ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تشرح بها صدورنا وتيسِّر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وتغفر بها ذنوبنا يا رحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون وبعد أيها الأحبة خطبتنا في هذا اليوم لعلها أن تكون من أهم خطب رمضان خطبتنا اليوم عن فضل الصدقة هذا العمل الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أجود الناس أكرمهم وكان أجود ما يكون في رمضان وكلما اشتدت الأحوال ضيقاً وفقراً مع الإنسان كلما زادت حاجته إلى الصدقة لعل البعض يقول يا أخي هلأ الآن الصدقة في غير وقتها كلما زادت حاجة الإنسان وفقره كلما كان أحوج ما يكون إلى الصدقة لأنه حينما يتصدق فإن الله عز وجل يخلف عليه ويضاعف له أضعافاً كثيرة أيها الأحبة تكاد تجمع آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الطاعات والقربات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه العبادات التعاملية هي موضوع الصدقة وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق العبد مع ربه أنت حينما تعطي لا تلتمس عوضاً من هذا الإنسان الفقير إنما تنتظر عطاء الله وكرم الله وجوده الذي سيكرمك به في الدنيا وفي الآخرة لذلك سميت صدقة لأنها دليل على الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أي برهان على دينك وإيمانك وورد أيها الأحبة أن هذه الصدقة التي تنفقها على عباد الله سبحانه تتباهى على كل الأعمال الصالحات بأنها أفضلهن بأنها أفضلهن على كل الأعمال الصالحات كما قال سيدنا عمر إن الأعمال تتباهى وتتفاخر فتقول الصدقة أنا أفضلكم سيدنا عمر رضي الله عنه وإذا كان للصدقة هذا الشأن أيها الأحبة وهذه الرفعة فإن المتصدق في أرفع المنازل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أحسنهم أنفعهم للناس سماها الله عز وجل في القرآن نفقة فقال وأنفقوا وقال ربنا سبحانه عبدي أنفق أنفق عليك عبدي أنفق أنفق عليك وسماها صدقة وسماها قرضا قال ربنا سبحانه إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم وفي هذا التعبير التعبير بالقرض أيها الأحبة تحفيز عظيم للإنسان على أن يتصدق إذا علم أن هذا قرضا سيعود إليه لا محالة سمى الله عز وجل الصدقة قرضا لماذا؟ لأن القرض سيعود إلى صاحبه ويزداد يقينا هذا المتصدق أن هذا القرض سيعود إليه إذا علم أن المستقرض إنما هو الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا المستقرض الذي يطلب القرض الله جل جلاله الغني العظيم مالك الملك فهو سيرده عليك بأضعف الأحوال سيخلفه عليك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه ولكن الله كريم يضاعفه ويعيده ويرده عليك أضعافا مضاعفة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وفوق ذلك له أجر كريم في الجنة لذلك أيها الأحبة أحصيت من فضائل الصدقة أكثر من سبعين خصلة تشير إلى عظيم هذا الأمر سأذكر لكم بعضا منها أولا أيها الأحبة الصدقة دليل رحمة الإنسان حينما يتصدق على عباد الله الفقراء المساكين الضعفة الأرامل الأيتام هذا دليل رحمة في قلبه وعليه أن يبشر لأن رحمة الله إنما تكون للرحمة عليه أن يتهيأ لرحمة الله عز وجل ستنزل عليه الصدقة سباب لمحبة الله للمتصدق ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ومن أعظمها الصدقة حتى أحبه الصدقة كفارة للذنوب قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره أي الأشياء السيئة التي يفعلها مع هؤلاء تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وإذا حشر الناس يوم القيامة واشتد الكرب وضاقت السبل ودنت الشمس من الرؤوس وسال العرق من الأبدان فإن المتصدق يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة وكذلك يكون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالهما أنفقت يمينه والصدقة أيها الأحبة كما ورد تربى لصاحبها الله يربيها له الله يعظمها يربيها لهذا الإنسان المتصدق مهما كانت صغيرة حتى تصير يوم القيامة كجبل أحد في الحسنات قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من تصدق بعدل تمرة يعني ما يعادل تمرة يعني خمسة وعشرين ليرة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ما الحلال وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا تقبلها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين يعني هذه الصدقة يأخذها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لصاحبها أي يعظمها وينميها كانت حطيتها بالبنك مع الفوائد يربيها لصاحبها الله جل جلاله ولله المثل الأعلى يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أي المهر الحصان الغالي عليه يربيه وينميه حتى يصير حصانا ضخما يربيها لصاحبها حتى تصير يوم القيامة كمثل جبل أحد هذه التمرة التي تصدقت بها من كسب طيب ستجدها في ميزان حسناتك يوم القيامة كجبل أحد وإن الصدقة تطفئ نار الخطيئة وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى يعني إذا وجدت أن أو رأيت أو شعرت أن الله قد غضب عليك غضبا شديدا فعلت ما يغضب الله ما السبيل لتطفئ غضب الله عليك دلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق فقال صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ نار الخطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه الصدقة تقي صاحبها من نار جهنم ما في غير دارين يوم القيامة إما الجنة وإما النار لا سمح الله إذا لم تجد اسمك في ديوان أهل الجنان فما الذي يقيك من النار قال عليه الصلاة والسلام في أول خطبة جمعة خطبها في المدينة المنورة قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله حاجب ولا ترجمان فيقول الله عز وجل له عبدي ألم أرسل إليك رسولا فبلغك وأفضلت عليك وأعطيتك مالا فيقول نعم فيقول ماذا قدمت لنفسك شو جايب معك ماذا قدمت لنفسك قال فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من الحسنات وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من الحسنات وينظر تلقاء وجيه فلا يرى إلا النار فينصحنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النار اجعلوا بينكم وبين النار فاتقوا النار ولو بشق تمره بنصف تمره تتصدق بها فمن لم يجد فبكلمة طيبة والصدقة طهرة للنفس وزكاة لها قال ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والصدقة إدخال للسرور على قلب المساكين وهي من أفضل الأعمال قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مسلم والصدقة نجاة من الهلكة أيام الشدة والمحنة اسمع ما قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأنكم إن قبضتم أيديكم ولم تتصدقوا فأنتم بهذا توردوا أنفسكم المهالك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أيها الأحبة التقصير بالصدقة يجر العبد إلى المهالك إذا كان عنده قدرة ورأى أن الناس بحاجة إلى عطائه وهو يظن بهذا المال هذا يؤدي به إلى الهلكة اسمع ما قاله سيدنا أنس بن مالك فيما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي يعني هذا في مصطلح أهل الحديث أن هذا الحديث من الأحاديث الصحاح قال أسيدنا أنس قال جبريل ليعقوب جبريل عليه السلام لسيدنا يعقوب والد يوسف أتدري يا يعقوب لما أذهب الله بصرك وقوس ظهرك وصنع إخوة يوسف بيوسف ما صنعوا إنكم ذبحتم شاة فأتاكم يتيم جائع فلم تطعموه شيئا نظر هذا اليتيم إلى الطعام وهو يشتهيه فصددتم هذا اليتيم عن الطعام ذلك أيها الأحبة الصدقة من جات والتقصير بالصدقة يؤدي إلى المهالك ومن آثار الصدقة العجيبة أيها الأحبة أن صاحبها يخص بالخير روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل رجل صالح يمشي في فلات إذ سمع صوتا في سحابة إسقي حديقة فلان صوت يخاطب السحابة يقول لها إسقي حديقة وبستان فلان قال فتابع هذا الرجل السحابة وتتبع أثر الماء فإذا برجل في هذه الفلات يحول الماء بمسحاته فقال السلام عليك يا عبد الله ما اسمك قال اسم فلان للإسم الذي سمعه في السحابة نفس الإسم قال فما تصنع شو أعمالك لحتى أنا صار معك أن الله أمر هذه السحابة أن تنبت عليك خصيصا دون غيرك قال والله أنظر ما يخرج من أرضي فأتصدق بثلثه ثلاثين بالمئة فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد الثلث إلى الأرض أزرعه مرة أخرى يعني مشارك ربنا سبحانه وتعالى بثلاثين بالمئة يتصدق بثلاثين بالمئة نحن أحيانا نؤمر مأمورون به اثنين ونص اللي هي الزكاة وبعضنا يقصر في أداء هذه الزكاة وإيصالها إلى أهلها والصدقة أيها الأحبة سببا في ساعة الرزق وطول العمر ودفع البلاء ودفع المرض عن المتصدق وأهل بيته وتمنع ميتة السوء ومصرع السوء قال عليه الصلاة والسلام باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وقال داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة أختموا بهذين الأثرين روى الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر أن رجلا سأل عبدالله بن المبارك عن قرحة أصابت ركبته لها سبع سنين يعني جرح مفتوح عبي نز لها سبع سنين وقد أعيت الأطباء فأمره ابن المبارك أن يحفر بئرا في مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء فحفر بئرا فأمسك عنه الدم حفر بئر سق الناس أمسك عنه الدم وورد أيضا أيها الأحبة بهذه القصة أن وجه أبي عبد الله الحاكم النسابوري صاحب الكتاب المستدرك الذي ذكرناه وهو رجل من كبار رجالات الحديث قال تقرح وجهه صار في قرحة يعني دمامل في وجهه وأعيته قريبا من سنة قال فسأل أهل الخير الدعاء فأكثر له الدعاء لكنها لم لم يشفى منها ثم إنه تصدق على المسلمين بوضع سقاية بناها على باب داره يعني سبيل سأوى سبيل على باب الدار قال فشرب الناس منه فما مر عليه أسبوع إلا وظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه أحسن مما كان بأسبوع هذه الصدقة شيء عجيب أيها الأحبة ومن آدابها طبعا فضائل الصدقة كثيرة ولها ثلاثة آداب أولا أن تكون من كسب ومال حلال طيب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأن تكون خالصة لله سبحانه لا رياء فيها ولا سمعة إنما يعني يتقبل الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الأمر الثالث ألا يمن هذا الإنسان بصدقته على من تصدق عليه وخصوصا من قرابته لا يعطيهم ثم يذكرهم بعطائه أو يذكر بين الناس أنه أعطى فلان وأعطى فلان من كسب طيب وأن تكون لله وكذلك ألا يمنى على أصحابها نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نتصدق في هذه الأيام الباقيات من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة صدقة رمضان واعلموا أن كل صدقة في هذا الشهر المبارك تضاعف إلى سبعين ضعفا غير الأضعاف المضاعف السبعمائة التي هي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هذا في غير رمضان وفي رمضان تضاعف إلى سبعين كل هذا الخير يضاعف إلى سبعين فتصدقوا وأكثروا من العطاء جزاكم الله عز وجل خير الجزاء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أخوة لمن يشاهدون أحسنه